مع قرب الانتخابات الرئاسية تتزايد تساؤلات حول مدى اهتمام الناخب الأمريكي بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة ولعل الملف الأبرز الذي أثار هذه التساؤلات هو ملف حرب غزة وسياسة أمريكا تجاه إسرائيل فقرار إدارة بايدن تجميد شحنة أسلحة لتل أبيب صلت الضوء على تجاذبات داخلية عميقة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حيال الملف في ظل اهتهامات للرئيس الأمريكي بتسييسه بالتزامن مع زيادة موجة الاحتجاجات الطلابية الداعية لتغيير في السياسة الأمريكية فهل بات الناخب الأمريكي مهتما على غير عادة بالسياسة الخارجية لبلاده وإلى أي مدى يساهم هذا في رسم معالم السياسة الأمريكية لماذا اتخذ بايدن خطوة نادرة في تجميد شحنة الأسلحة لإسرائيل وهل تعني تغييرا طويل الأمد في التوجه الأمريكي أم أنها مجرد خطوة وقتية سياسية لاسترداء المنتقدين أنا رانا أبتر أهلا بكم إلى برنامج تقرير واشنطن لمناقشة هذا الملف معنا هنا في استوديو جون هيربس السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا ومدير مركز يوريجا في إتلانتيك كونسل معنا أيضا ساراك شيري الكاتبة في صحيفة ذهل عبر زوم ينضم إلينا تراند دافي نائب مساعد الرئيس السابق جورج بوش الإبن والشريك في مؤسسات FGS Global للاتصالات استراتيجية أهلا بكم معنا لطالما تصدرت السياسة الخارج السياسة الداخلية والاقتصاد لائحة اهتمامات الناخب الأمريكية فهل سيختلف الوضع في الانتخابات المقبلة في ظل حربي غزة وأوكرانيا؟ نشاهد معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر إذن حضرة السفير نرى اهتماما متزايدا من قبل الناخب الأمريكي بالسياسة الخارجية هل يفجأك هذا الموضوع اليوم؟ الإجابة المختصرة هي لا من الواضح أن ما يحدث في الشرق الأوسط أمر في غاية الجدية كما في أوكرانيا ومن الطبيعي أن يستقطب الاهتمام بالطبع هناك عدد صغير من الأمريكيين المعنيين الذين يحاولون دعم حدوث بعض الأمور في السياسة الخارجية وهذا ما يؤدي إلى الدراما في شوارعنا الخاصة والسراكشي الدراما هو موضوع موجود بكثافة اليوم في الساحة السياسية والاجتماعية في الولايات المتحدة السياسة الخارجية يبدو أنها أصبحت تلعب دورا أكبر أليس كذلك؟ هذا صحيح إذا ما نظرنا إلى نتائج استطلاعات الرأي السابقة والتي تعود إلى ما قبل عام كان الاهتمام بالسياسة الخارجية متدنيا جدا بين الناخبين الأمريكيين بينما كان الاهتمام الرئيس يصب في الاقتصاد والهجرة والحدود حاليا نرى أن هناك على الأقل أربعة من أصل عشرة أمريكيين يقولون أنهم مهتمون بالسياسة الخارجية فخلال الانتخابات التمهيدية الأخيرة للحزب الديمقراطي كان هناك مئة ألف صوت لغير الملتازمين وذلك بسبب الصراع بين إسرائيل وغزة هناك الاحتجاجات في الجامعات عبر الولايات المتحدة من الساحل الشرقي إلى الغربي إذن هناك اهتمام متزايد من الشباب في بعض السياسات الخارجية وتراند طبعا الكثير من الأشخاص يقولون بأن ذاكرة الناخب الأمريكي قصيرة الأمد يعني لا يزال هناك ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية هل تعتقد بأن موجة الاهتمام هذه بالسياسة الخارجية سوف تتراجع؟ لا أعتقد ذلك لأن السياسة الخارجية تبدأ برأي الناخب الأمريكي بالرئيس وبنظيره كقائد للبلاد وأعتقد أن الرئيس بايدن يعاني واستطلاعات الرأي تدعم ذلك لأنه حتى الآن لم تكن النتيجة في أوكرانيا أو غزة في صالح الرئيس وهذا يؤدي إلى اعتباره ضعيفا وهو أمر مهم جدا بالنسبة إلى الناخب الأمريكي لكن بالعودة إلى ما قيل سابقا قد يتم تحديد نتيجة هذه الانتخابات في ولاية ميشيغين والتي تضم أكبر عدد من الأمريكيين ذوي الأصول العربية في الولايات المتحدة وحيث قام مئة ألف ناخب تابع للحزب الديمقراطي بالامتناع عن التصويت لبايدن وهذه النقطة لها تأثير أكبر من رأي الناخبين بالمرشحين وتركيز خاص من ولاية ميشيغين على الأمور المتعلقة بغزة طبعا حضرة السفير من هذه النقطة التي تحدث عنها ترنت الاستطلاعات أيضا تظهر بأن 32% فقط من الأمريكيين يوافقون مع سياسة بايدن الخارجية اليوم تعتقد بأن قرارات بايدن المتعلقة بالسياسة الخارجية مرتبطة بهذا؟ مرتبطة بالانتخابات؟ لا أعتقد أن هناك أي شك في تأثير أصوات الأمريكيين العرب على سياسة بايدن في الشرق الأوسط وليس من غير الاعتيادي عندما تكون هناك حرب بين إسرائيل ومختلف الكيانات العربية أن يتم استخدام نوعا من الضغط على الولايات المتحدة لكن مع مرور الوقت تتخذ خطوة نحو وضع مسافة بينها وبين إسرائيل إذن ما يفعله بايدن لا يعد غير اعتيادي إذا ما نظرنا إلى الوضع من منظار تاريخ السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط غير أن بايدن أصبح أكثر حدة مما رأيناه في السابق وذلك بسبب قلقه حيال التصويت في ميشيغان أعتقد أنه بالإجمال هناك أغلبية كبيرة من الأمريكيين الذين يدعمون إسرائيل بالكامل لكن هذا ليس صحيحا بالنسبة إلى الأمريكيين العرب ولا يعود السبب إلى الطلاب في حرم الجامعات الذين يجذبون اهتماما سلبيا من الناخبين لا بل السبب هو أنه في ولاية متأرجحة مثل ميشيغان حيث قامت مجموعة صغيرة بانتخاب الحزب الديمقراطي دائما قد لا تقوم بذلك الآن وهذا ما جذب اهتمام البيت الأبيع وبالفعل كما تتحدث حضرة السفير الأمريكيون أكثرياتهم اليوم لا يزالون يهتمون ويدعمون إسرائيل أكثر من دعم فلسطين في هذا الإطار بحسب الأرقام التي نشهدها وهنا إليك سراكشي اليوم الانتخابات متقاربة جدا الأرقام متقاربة بين بايدن وبين المرشح الجمهوري دونالد ترامب إذن ولايات ميشيغان سوف تؤثر بشكل كبير على الانتخابات ليس كذلك؟ بالتأكيد ستؤثر بشكل كبير ستحسم الانتخابات بعدد قليل من المقاعد في ساحة المعركة والاستطلاعات الحديثة قد أظهرت أن نتائج الرئيس السابق ترامب والرئيس بايدن متقاربة جدا وفي بعض الحالات تقدم الرئيس السابق بنقطة أو نقطتين وعلى الرغم من أن هذا ضمنها مش الخطأ لكن ما يجب أن نفهمه هو أن الانتخابات ستحسم في ولايات المعركة هذه وسنرى الرئيس بايدن يقوم بزيارات عديدة إلى ولايات مثل ويسكنسون وميشيغن وقد كان التركيز الأبرز على ولايات المعارك هذه لهذا السبب وترانت بالعودة طبعا إلى الاستطلاعات صحيح بأن أغلبية الأمريكيين هم داعمين لإسرائيل لكن إذا ما نظرنا إلى الفئات العمرية نرى بأن الشباب هم داعمون أكثر للقضية الفلسطينية لموقف الشعب الفلسطيني في هذا الإطار وهذا قد يترجم في الجامعات في التحركات الطلابية التي نشهدها فئة الشباب هي فئة مهمة أيضا في الانتخابات أليس كذلك؟ نعم إن الناخبين الأمريكيين الشباب هم فئة مهمة جدا خصوصا بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الذي عادة ما ينال أغلبية أصوات الشباب وهذا ما حدث عندما انتخب الرئيس بايدن في 2020 رأيتم هذا الدعم من الشباب يتراجع ويسقط ليس فقط بسبب ما يحدث في غزة والسياسة الخارجية لكن أيضا بسبب الاقتصاد ومشاكل الإسكان وهذه كلها مشاكل مالية مهمة بالنسبة إلى الناخبين الشباب الذين أصبحوا محبطين كما ويعتقدون أنه متقدم في السن إذن على مستوى واسع إن فئة الشباب هي مصدر قلق واضح بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي لذلك نرى الرئيس يسعى إلى إلغاء قروض الطلاب وأوقف تصدير الغاز الطبيعي المسال لاسترضاء مناصر البيئة هذه الإجراءات كلها تهدف إلى جذب الشباب إذ هم مدركون أن هناك مشكلة وحضرة السفير طبعا عملت في مجال السياسة لفترة طويلة في إدارات متعاقبة اليوم كيف تفسر تزايد اهتمام الناخب الأمريكي بالسياسة الخارجية لم يكن الأمر نفسه في السابق على الرغم من وجود أزمات دولية دوما في كل انتخابات أمريكية لا أبالغ في تقدير اهتمام الناخبين الأمريكيين مجددا مع التغطية الإعلامية لما يحدث في غزة أصبح الناس يعيرون اهتماما للموضوع ويتفاعلون مع ما يرونه لكن إن تراجعت التغطية شهرين أو ثلاثة أو أربعة سنرى اهتماما طبيعيا في السياسة الخارجية ظاهرة مؤقتة وعلى الرغم من أن نتائج الاستطلاعات تظهر أن هناك 38% من الناخبين المهتمين بالسياسة الخارجية ذلك لا يعني أن هذا الموضوع بهمية الاقتصاد نفسها ومعدل الجرائم والحدود وسلكشي هذه طبعا نقاط كلها صحيحة اليوم ننظر حتى في الاستطلاعات قد يتلاوح موضوع السياسة الخارجية مواضيع أخرى متعلقة بالسياسة الخارجية لكن الاقتصاد دوما يتصدر لائحة اهتمام الناخب الأمريكي اليوم برأيك إذا كانت الانتخابات مبنية على الاقتصاد من سيفوز؟ أعتقد أن هذا موضوع مهم جدا إذا ما نظرنا إلى مختلف فئات الناخبين هناك من يتذكر أن الاقتصاد كان مزدهرا في عهد الرئيس ترامب بينما البعض الآخر يتذكر آثار جائحة كوفيد في عهده إذا ما نظرنا إلى عهد الرئيس بايدن يرى البعض نموا في عدد الوظائف بينما البعض الآخر يشير إلى معدلات التضخم يعتمد الأمر على نطاق الموضوع الذي يتم نظر فيه لكني أعتقد أنه إذا ما أخذنا بالاعتبار كل ما يجري في البلاد التضخم والاقتصاد ومعدلات الوظائف حتى إن أسعار السلع الاستهلاكية هي أول ما يفكر فيه الناخبون لذا أعتقد أن هذا سيشكل عاملا رئيسا عندما يتوجه الناخبون إلى صندوق الاقتراع وتراند بالعودة إلى النقطة التي ذكرها حضرة السفير حول ربما تراجع اهتمام الناخب الأمريكي مع اقتراب الانتخابات الرئاسية بحسب عنوين الصحف بحسب التغطيات الإعلامية اليوم أيضا هناك عدد من المناظرات المرتقبة بين ترامب وبايدن هذا سيشتت الانتباه ربما بعض الشيء عن التغطيات الأخرى ليس كذلك؟ أعتقد أن هذا صحيح لكن لا أعتقد أن مسألة القيادة ستختفي القيادة هي من أهم الصفات التي يبحث عنها الناخبون الأمريكيون لدى اختيارهم الرئيس وبرأي معظم الناخبين إن قيادة الرئيس بايدن فيما يتعلق بمسائل السياسة الخارجية هي فاشلة وأعتقد أن الرئيس ترامب في حملته سيستخدم هذه النقطة ويجعل منها مشكلة كبيرة وهي أيضا تنذر بالقيادة في مجال الاقتصاد والحد من الجرائم وإدارة الحدود وكل المواضيع التي ناقشناها هنا اليوم وأنا أوافق الرأي مع السفير نعم أحيانا تتراجع أهمية السياسة الأمريكية لكن لا أعتقد أن الصراع في أوكرانيا سينتهي بحلول نوفمبر ولا أعلم بالطبع بالنسبة لغزة إذن هذه العوامل تشير إلى مشهد صعب بالنسبة إلى الرئيس بايدن مع وجود صراعات غير موافق عليها شعبيا في الخارج واقتصاد ضعيف جدا ولهذا هو متأخر في الولايات المتأرجعة إذن طبعا سنتترق إلى تفاصيل القيادة والاتهامات بتسييس الملفات الخارجية لكن نتوقف أولا مع فاصل قصير من بعد نعود لمتابعة هذا الحوار أهلا بكم في القسم الثاني من برنامج تقرير واشنطن ما هي أبرز البلدان التي تتلقى مساعدات خارجية من الولايات المتحدة تقرير ثم نتابع هذا الحوار ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة إذن خضرة أستثير نرى هذه الأزمات الخارجية التي نتحدث عنها أزمة حرب غزة أزمة أوكرانيا ونشاهد اليوم تسييسا كبيرا لهذه القضايا في الكونغرس في الاتهامات التي توجه إلى إدارة بايدن أيضا تحديدا بتسييس ملفات عبر اتخاذ قرار مثل قرار تجميد شحنة الأسلحة لإسرائيل مثلا هل تعتقد بأن هذا الموضوع سياسي أو أنه يتعلق بمصلحة الولايات المتحدة القومية اليوم؟ ببساطة إن تكلمنا حاليا عن إسرائيل والسياسة الخاصة بشرق الأوسط إن الولايات المتحدة قد دعمت إسرائيل منذ زمن طويل وبشكل قوي وهذا أمر ما زال صحيحا في عهد بايدن على الرغم من الصراع القائم حاليا مع رئيس الوزراء نيتنياهو لكن بايدن قد اتخذ خطوات مصممة لإسقاط بعض الأزمات للولايات المتحدة بسبب مساعدتها إسرائيل ولكن أيضا لتهديئة الناخبين الأمريكيين العرب على وجه الخصوص في ميشيغن هذا جزء من الوضع الحالي لكن الأمر مبالغ فيه إن معارضة سياسته الخاصة بنيتنياهو وذلك جزئيا لأسباب سياسية لكن أيضا لأن إدارة بايدن قلقة حيال هؤلاء الناخبين في ميشيغن لكن هذا هو الأمر الجديد لم يقم رئيس أمريكي من قابل بتشكيل سياسته جزئيا خوفا من أن يكون بعض الناخبين ضد إسرائيل مقارنة بفكرة أن معظم الناخبين يدعمون إسرائيل وأبقى معك لأنني أريد أن أستفيد من خبرتك طبعا في الإدارة خدمت في إدارة جورج بوش الأب والإدارات السابقة كان هناك بعض السوابق حين فرضوا قيود على إسرائيل في موضوع الأسلحة تقول بأن هذه إدارة ريغن إدارة جورج بوش الأب تقول بأن هذه القرارات لم تكن مسيسة حينها اليوم أكثر تسيس اتخذت تلك القرارات أولا لأسباب خاصة بالسياسة الخارجية والأمن القومي لأنه مجددا كانت إسرائيل مهددة ولكن من الصحيح أيضا أن الأغلبية العظمى من الناخبين الأمريكيين حتى مؤخرا كانت داعمة لإسرائيل إذن يمكن القول بأنه كانت هناك اعتبارات سياسية من أجل تقديم الدعم لإسرائيل لذلك عندما قام رؤساء أمريكيون من وقت إلى آخر مثل ريتشارد نيكسون في وقت ما خلال حرب أكتوبر ورونالد ريغن مع العمليات الإسرائيلية في لبنان وجورج بوش الأب بسبب المستوطنات الإسرائيلية فقد قاموا برتع إسرائيل أو توقيف الدعم لها عندما اعتقدوا بأنها أسباب خاصة بالسياسة الخارجية لكنهم واجهوا ضغوطات سياسية ضدهم داخل الولايات المتحدة للقيام بذلك غير أن ذلك لم يمنعهم من القيام بما أرادوا الآن ومجددا للمرة الأولى في تاريخنا الخوف من العواقب السياسية في الولايات المتحدة والآتية من الناخبين الداعمين للعرب ولفلسطين يؤثر في السياسة وهذا هو الأمر الجديد ويجب أن يقلق الإسرائيليون حيال ذلك لأن هناك قسما كبيرا من الديمقراطيين الشباب الذين لا يفهمون أو يدركون موقف إسرائيل ودعمنا لها وساركشي يعني هي طبعا نعيش في أيام الانتخابات اليوم وكل الحديث حتى عندما يتعلق بالسياسة الخارجية يعود إلى موضوع الانتخابات وهنا نسمع طبعا ترامب في الأحداث الانتخابية التي يعقدها يتهم بايدن دوما بتسييس ملفات من هذا النوع ونرى أيضا هذه الانتقادات في الكونغرس الأمريكي حدثيني قليلا عن ما تشاهدينه من أجواء في الكونغرس تحديدا أعتقد أن إدارة بايدن يجب أن تعتمد موقفا دقيقا جدا فهي تسترضي البعض الذين ينتقدون الرئيس على عدم اتخاذ الإجراءات الكافية والمطالبة بوقف إطلاق النار للعلاقة بما يجري مع المدنيين في غزة ولكن عندما أوقف شحنة واحدة من الأسلحة إلى إسرائيل قام العديد من داعميه من الحزب الديمقراطي في الكونغرس بانتقاده والقول بأنه أخطأ عندما قام بذلك إذن تم انتقاده على هذه المسألة أيضا وداعمه الذين يعتقدون بأنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تقف إلى جانب حلفائها مهما كلف الأمر ينتقدونه أيضا إذن يجب أن يتعامل مع موقف دقيق جدا حاليا وبرأيي هذا هو التحدي الذي تواجهه الإدارة رأينا في تصريح حديث أن إدارة بايدن قد أعلنت عن صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل على الرغم من أنهم قالوا الأسبوع الماضية بأنهم أوقفوا شحنة واحدة إذن هذا ما نرى حاليا من الرئيس بايدن يجب أن يتعامل مع هذا الوضع وأن يركز أيضا على الانتخابات في نوفمبر وترنت طبعا البعض يقول من الكونغرس بأن ما تتحدث عنه سراكشي هنا من صفقة الأسلحة الجديدة التي سوف تعلن عنها إدارة بايدن مليار دولار من أسلحة لإسرائيل أتت لترضية بعض الديمقراطيين بالتزامن مع تصويت أيضا في الكونغرس لإرغام إدارة بايدن للإفراج على شحنة الأسلحة التي جمدتها إذن حتى في هذا الموضوع نتحدث عن تسييس نعم صحيح وأنا أوافق السفيرة في تعليقه إن التطور الآخر بالإضافة إلى السلطة التي يملكها الناخب الأمريكي العربي في انتخابات هذا العام هو منصات التواصل الاجتماعي ويتم التدقيق في كل خطوة ويعلن عنها في نقاش نشيط ومتمكن على الجانبين الجانب الداعم لإسرائيل والجانب الداعم لفلسطين إذن إنها حقا لعبة شد الحبل ولذلك يمكن أن نرى هذا الاختلاف في المواقف من يوم إلى آخر في يوم تقول الإدارة بأنها ستوقف شحنة أسلحة وفي اليوم التالي تصرح عن صفقة أسلحة تحت شروط معينة وهذا كله نتيجة مختلف العوامل ولكن برأيي وهنا أعتقد أن السفيرة لديه خبرة أكبر هنا أعتقد أن الرئيس قد يفضل وقف إطلاق نار في أسرع وقت لإخراج هذا الموضوع من الصفحات الأولى ولصالح الأزمة الإنسانية وهذا أيضا سيساعده من الناحية السياسية وهدت السفير كيف تقيم اليوم أداء إدارة بايدن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية؟ هذا موضوع واسع جدا اختر موضوع تريد أوكرانيا تريد حرب غزة تقييم شامل انظري أمضيت معظم وقتي قلقا حيال اعتداء الروسي في أوكرانيا مع بدء العمليات وتقييم المختصر حول إدارة بايدن هو أن السياسات كانت مناسبة لأنهم قدموا الدعم الكافي من الأسلحة الأمريكية والدعم الاقتصادي وقد أثاروا الدعم الدولي للحرص على أن لا يفوز بوتن لكن سياسات بايدن معيبة بشكل خطير بسبب مخاوفه وأستخدم هذه الكلمة بشكل دقيق مخاوفه من تهديدات موسكو النووية ما أخر تزويدنا الأسلحة إلى أوكرانيا وجعله ضعيفا حاليا يقوم الروس بقصف مدينة هاركيف قصفا مدمرا وهي تبعد ثلاثين كيلو مترا من روسيا في أوكرانيا ونحن لم نسمح لأوكرانيا باستخدام أسلحتنا لملاحقة الجنود الروس والطائرات الروسية على بعد عشرة أميال من حدود أوكرانيا ويدمرون هاركيف هذه هرتقة جيوسياسية سيئة للغاية وضعيفة وذات آثار إنسانية خطيرة بالنسبة إلى أوكرانيا هذا في أوكرانيا في أوروبا في الشرق الأوسط رأينا ضعفا مماثلا ضمن سياسة مقبولة عموما ليست عظيمة لقد تلقينا ضرابات عديدة ضد قواتنا من وكلاء لإيران أكثر من مئتي هجوم وكان ردنا ضعيفا قمنا بذلك بعد قتل جنديين أمريكيين لقد سمحنا للحثيين بإحداث الفوضى في خطوط الشحن الدولية قمنا مرات بالهجوم على الحثيين وهي لعبة غبية اللعبة الذكية هي إرغام إيران على دفع الثمن مهاجمة إيران بضربة ناجحة لكنهم يخافون التصعيد في الشرق الأوسط كما يخافون التصعيد في أوروبا وهذا ليس موقف سلطة عظمى ينبغي أن تضبن النظام إذن تقييمي هو سي بلس بالنسبة إلى السياسة الخارجية ونحن نتحدث حتى عن موضوع أفغانستان والإنسحاب من أفغانستان وهو مواجهة أيضا انتقادات كثيرة عليه بايدن دعيني أضف نقطة واحدة إن العدد الصغير من الجمهوريين الشعبويين الذين أوقفوا الدعم إلى أوكرانيا فهم يقترحون كارثة وسياستهم هي سياسة فاشلة لكن طبعا وهنا أنتقل إليك سراكشي هؤلاء لديهم سلطة كبيرة اليوم في مجلس النواب نظرا للأقلية البسيطة التي يتمتع بها الجمهوريون اليوم في المجلس لهذا هم يتمكنون من عرقلة تمويل أوكرانيا تمويل حتى تايوان وهي قضية الصين ربما تكون أكبر قضية يتوافق عليها الحزبان اليوم في الكونغرس يتمكنون من عرقلة أمور من هذا النوع كيف تقرأين اليوم المشهد في الكونغرس مع وجود هذه الوجوه من الحزبين لنكون عادلين هذا صحيح رأينا حزمة الدعم الخارجي تضعف في مجلس النواب بعد أن كان مجلس الشيوخ قد وافق عليها وذلك لمدة شهرين حتى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون كانوا يطالبون رئيس مجلس النواب الجمهوري للموافقة على هذه الحزمة لأن الدعم ضروري جدا ليس فقط لإسرائيل بل لأوكرانيا وتايوان وأعتقد أنه بسبب التصرف المتنمر لبعض النواب في المجلس كان يزداد شعور الإحباط في مجلس الشيوخ رأينا هذه العناوين كلها من أعضاء في مجلس الشيوخ الذين يقولون بأنهم لا يعلمون ما يجري في مجلس النواب هذه فوضى ثم تطلب الأمر الهجوم بواسطة طائرات مسيرة على إسرائيل لدفع رئيس مجلس النواب على تأمين هذا الدعم لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وقال العديد من المحللين الذين تحدثت معهم إن هذه قد تكون آخر حزمة دعم تستلمها أوكرانيا لفترة طويلة من الولايات المتحدة إذن نعم بالطبع هناك تحدي مع مجلس النواب وأعتقد أنه حتى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون يشعرون بالإحباط تجاه فشل الجمهوريين في مجلس النواب في رؤية أن الدعم لأوكرانيا هو في الحقيقة لمحاربة الاعتداء الروسي وهو أمر يجب أن تقوم به الولايات المتحدة لكي تمنع روسيا من احتلال المزيد من الأراضي في أوروبا وزعزعة الأمن في المنطقة بأكملها وهنا ترينت ربما ننقل نظرة هؤلاء الجمهوريين وبعض الديمقراطيين من الشق التقدمي من الحزب هناك دوما تركيز على أن هناك ملثات داخلية في الولايات المتحدة يجب الاهتمام بها الجمهوريون من هذا الشق يقولون بأن قضية الهجرة مثلا يجب أن يتم التطرق إليها ونرى هذا في استطلاعات الرأي نرى اليوم بأن الأمريكيين يهتمون أكثر بقضية الهجرة ونعود إلى موضوع الانتخابات هذا يعني بأن هذه قضية انتخابية لهذا هم يتحدثون بهذا الشكل في الكونغرس أليس كذلك؟ إن مسألة الدعم الخارجي دائما ما تكون مسألة صعبة بالنسبة إلى رئيس حالي لأنه في العموم وبحسب الأوضع عموما يعارض الأمريكيون إرسال مليارات الدولارات إلى الخارج خصوصا حين لا يرون النتائج على الأرض أي عندما لا يكونون جانبا من القتال إذا ما أردت وهذا ما نراه حاليا أعتقد أنه في العموم أن الجمهوريين يدعمون السياسة الخارجية لإظهار العضلات كما وصفها السفير أعتقد أن هذا أمر عالمي ولهذا أعود إلى مسألة القيادة لكن هذا عنوان انتخابي تم اختباره في السابق استخدمه الديمقراطيون ضد الجمهوريين والعكس وهو لماذا نرسل أموالنا إلى الخارج في حين مدننا تنهار حين لا يمكننا ضبط الهجرة على حدودنا عندما نواجه مشاكل خطيرة في الإدمان والعنف في شوارعنا إنه عنوان سياسي قوي جدا وسط حملة انتخاب رئاسية وسيبقى الأمر كذلك حتى تاريخ الانتخابات في نوفمبر وأبقى معك تراند لأنك تذكر موضوع القيادة أكثر من مرة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وحتى السياسة الداخلية اليوم سألت حضرة السفير عن تقييمه لإدارة بايدن أسألك عن تقييمك لترامب في موضوع السياسة الخارجية الكثيرون يقولون بأنه متقلب بأن تصريحاته تختلف يوما بعد يوم كيف تجيب؟ أعتقد أن هذا صحيح وهذا سيشكل موضوعا مهما في حملة بايدن سيذكر الناخبون الأمريكيون بأن ترامب أراد إخراج الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي وأراد أن ينسحب من الأحداث الخارجية العالمية وهذا سيكون صعبا بالنسبة إليهم لأن معظم الناخبين لديهم ذاكرة قصيرة نسبيا للخير أو للشر والذكرى من السياسة الخارجية لترامب هي أنه لم يكن هناك حرب روسية لم يكن هناك صراع بين إسرائيل وفلسطين هناك أمور أخرى تعاملت معها إدارة ترامب لكن هذين العنوانين سيتصدران النقاش الرئاسي من دون أي شك وسيقتصر الأمر على من هو القائد الأقوى وهذا في النهاية سيكون أحد أهم الاعتبارات لجميع الناخبين الأمريكيين مهما كان شعورهم حول القضايا في نوفمبر القادم وسوف نغوص في تفاصيل طبعا العلاقة بين الكونغرس والبيت الأبيض في هذه الملفات لكن نتوقف أولا مع فاصل أخير من بعدين نعوني متابعة هذا الحوار أهلا بكم في القسم الأخير من برنامج تقرير واشنطن شهد الأسبوع المنصر موجة من التحركات في واشنطن مرتبطة بحرب غزة أبرزها قرار إدارة بايدن تجميد شحنة أسلحة لإسرائيل بالتزامن مع تسليم وزارة الخارجية لتقريره على الكونغرس حول الممارسات الإسرائيلية في حرب غزة التزاما بمذكرة الأمن القومي أنا سام عشرين فما هي هذه المذكرة وكيف تختلف عن قانون ليهي؟ نشاهد معا 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 ولا أعتقد أنه غير عادل أعتقد أنه للأسف هناك عدد صغير من الجمهوريين في مجلس النواب بشكل أساسي مع بعض أعضاء بارزين في مجلس الشيوخ الذين ليس لديهم أدنى فكرة عن مدى خطورة روسيا على الولايات المتحدة بأن روسيا تعتبرنا عدوها الأول أن روسيا تقوم بهجومات سبرانية رقمية منتظمة ضد الولايات المتحدة ويلحقون مسؤولين أمريكيين ذوي متلازمة هاذانا لذلك لا يعون أنه إن لم نوقف بوتين وأوكرانيا يجب أن نقلق حيال مهاجمة بوتين لحليف لنا في الناتو ما سيورط الجنود الأمريكيين إذن في خطوة ذكية سياسيا لكن ليست كذلك من الناحية المحافظة على المصلحة الوطنية الأمريكية حاولوا ربط الحدود وهي مشكلة يجب أن تحل بدعمنا لأوكرانيا لأنهم يعلمون أن بايدن لن يقوم بأي خطوات كبيرة على الحدود وهذه لعبة ساخرة لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة يجب أن نحل المشكلة على الحدود لكن يجب أيضا أن نضع حدا لبوتين وأوكرانيا والوسيلة للقيام بذلك هي من خلال تقديم الدعم اللازم لأوكرانيا وهذه ليست هدية للشعب الأوكراني فإن مجموعة الدعم الذي نقدمه يشكل أقل من 4% من ميزانية الدفاع الخاصة بنا هذا وتطلق أوكرانيا الدعم والمساعدات من دول أخرى وقد دمروا حتى 50% من القدرات العسكرية التقليدية لموسكو وهذه طريقة رائعة للدفاع عن الولايات المتحدة وهذا ما يدركه الأعضاء في مجلس النواة سابقا معك حضرة السفير لنتحدث ذكرت أيضا في نقطة سابقة بأن إدارة بايدن تخاف من السلاح النووي الروسي لهذا السبب لم تعطي أوكرانيا الكثير من الأسلحة التي قد تمكنها من التفوق على روسيا إذن ما هو الحل اليوم؟ إذا كانت هذه الاستراتيجية سوف تكون حرب من دون نهاية ما سوف يدفع بالأمريكيين إلى الملل أعتقد أن الإدارة ستصبح أقل نفورا من المخاطرة وهنا أريد أن أشير إلى أمر عندما نكون في مواجهة مع سلطة نووية يجب أن نفكر في احتمال التصعيد النووي ودائما ما نفعل ذلك في تاريخنا الدبلوماسي ما لم نفعله حتى هذه الإدارة هو التصريح عالنا بأنه لا يمكننا إرسال الصواريخ البعيدة المدى أو غيرها خوفا من تصعيد الروس في المواجهات السابقة كلها مع الاتحاد السوفيتي لم يقم أي رئيس للولايات المتحدة بالتصريح بأمر مماثل وهذا يشير إلى الضعف ورأينا مع أوكرانيا وهنا قامت الولايات المتحدة مع عدد من حلفائها بتجاوز خطوط حمر روسية عندما هددوا بتصعيد نووي لكن شيئا لم يحدث لأن بوتين ليس مجنونا لا يريد حربا نووية يريد أن يحاربنا لكي لا نساعد أوكرانيا إننا نصبح أفضل في التعامل مع هذه الأزمة لكن لسنا في الموقف الصحيح ما ينبغي أن يحدث فورا هو رفع القيود عن استخدام أوكرانيا أسلحتنا لإيقاف الهجوم على هاركيف لأن هناك آلافا من الأوكرانيين الذين يموتون بسبب حياء الإدارة في واشنطن وسرقشي أنتقل إليك لنعود قليلا إلى السياسة الداخلية في الولايات المتحدة المرتبطة بهذه الملفات فعليا ملفتني هو تصريحات لأعضاء الكنغرس مؤخرا منهم جمهوريون ممن قرروا أيضا المضي قدما بجهود عزل بايدن بسبب تجميده لشحنة الأسلحة لإسرائيل يذكرون بقرار الديمقراطيين عزل ترامب بسبب قضية التواطئ مع روسيا قضية أوكرانيا يعني هيا كلها أصبحت مواضيع خارجية متشابكة في القضايا الداخلية صحيح؟ منذ يناير الماضي ارتبط مجلس النواب بكلمتين المسرح السياسي نرى العديد من عنوين الصحف في واشنطن تتحدث عن المسرح السياسي على الجانبين وهنا لا أشير إلى حزب واحد تحديدا لكن بصفة كاتبة في إدهل رأيت ذلك على مر السنين وسيكون للجمهوريين قضاياهم الخاصة داخل حزبهم وهم يقاتلون بعضهم البعض وقد رأينا الكثير من المواجهات الداخلية بالإضافة إلى المواجهات مع الحزب الديمقراطي على هذه المسألة لذا برأيي ما نراه بشكل متزايد هو أن هناك بعض الأشخاص في مجلس النواب الذين يميلون إلى المسرح السياسي وسيقومون بما بيوسعهم للتحدث عن المسائل التي تهينهم رأينا المحاولة الأخيرة لعزل رئيس مجلس النواب مايك جونسون من قبل مارجوري تيلر جرين هذا ما قد سمي بالمسرح السياسي رأينا محاولة العزل مع الوزير مايوركس وقد تمت الموافقة عليها بسبب الحدود غير أنها لم تنل الموافقة من مجلس الشيوخ هذا هو المسرح السياسي إذن سنرى أمورا مختلفة تقع تحت مظلة المسرح السياسي مع اقترابنا من شهر نوفمبر وما بعد بحسب من ينال الأغلبية في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وترينت طبعا ذكرت أيضا في أحد إجاباتك موضوع وسائل التواصل الاجتماعي وكيف أصبحت اليوم هي أساس أولا الحصول ربما على أخبار حتى لو كانت أخبار مغلوطة في بعض الأحيان لكن أيضا وسائل التواصل الاجتماعي هي التي تدفع بهؤلاء أعضاء الكونغرس نواب وحتى بعض أعضاء مجلس الشيوخ للإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل لاستقطاب الناخبين كيف يمكن التطرق لهذه الأزمة فعليا في الداخل الأمريكي لأنها سوف تؤثر على نتيجة الانتخابات لا أدري إن كنا نستطيع إعادة المارد إلى الزجاج أو العودة إلى الوراء فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي فكما قلت أصبحت وسيلة أساسية يعتمد عليها الأمريكيون للحصول على الأخبار ويستطيع أعضاء مجلس الشيوخ أو محبو الحيوانات أو أي أحد الظهور على هذه المنصات لجمع الأموال وللأسف سنرى المزيد مع مرور الوقت أعتقد أننا نرى المزيد من المشاكل الآن بسبب الأغلبية الضائلة جدا في مجلس النواب والشيوخ عضو واحد من أي من الحزبين يمكن أن يقرر أن يلعب دورا أكبر أو أن يطلب التصويت على قضايا خاصة به ولديهم منصة الآن للصراخ ولأنهم يملكون الصوت المقرر يجب على القيادة أن تحترم ذلك وأن تتابع مع بعضهم إلى حد ما وبرأيي طالما لدينا هذه الأغلبيات الضائلة وطالما لا تزال الولايات المتحدة منقسبة إلى هذا الحد فهذا سيستمر ولا أراه سيختفي وحضرت السفير طبعا نتحدث أعود إليك إلى السياسة الخارجية بحكم خبراتك فيها كان هناك دوما تعارف بأن الجمهوريون والديمقراطيون على اختلافاتهم الداخلية لكن السياسة الخارجية لديها أطر واضحة بالنسبة للولايات المتحدة لا تتغير مع تغيير الإدارات هل اختلف الأمر اليوم؟ أعتقد أن ما قمت بوصفه الآن يعكس الولايات المتحدة منذ أواخر أربعينات القرن الماضي حتى أوائل سبعينات القرن الماضي لأن حرب فيتنام شكلت الانقسامة بين الحزبين فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وهذا ما قد استمر إلى حد ما حتى الآن أو بالأحرى حتى بداية الحرب على الإرهاب أي من أوائل ألف وتسعمائة وسبعين حتى أواخر ألف وتسعمائة وتسعين ثم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر اتحد الحزبان وكان هناك وفاق عام للمشاركة في هذه الحروب في الشرق الأوسط والتي باءت بالفشل ولم تعترف أن نخبت بهذا الفشل وهذا أحد الأسباب الذي جعل ترامب يتمتع ببعض الجاذبية كمرشح في الالفين وستة عشر عندما قال إننا فشلنا في العراق وفي أفغانستان وهذه هي الحقيقة لكن الآن أقول إن هناك بعض الاختلافات بين الحزبين ثم تشق شعبوي في الحزب الجمهوري الذي يريد الحد من المشاركة في السياسات الخارجية هم لا يتحكمون بالحزب الجمهوري بعد على الرغم من أن ترامب قد عكس عددا من هذه المواضيع في عهده الأول بينما يستمر بقول بعض هذه الأمور ضمن سياسته العامة فهي لم تكن مختلفة عن ذلك كثيرا عن أسلافه حتى اليوم وقد تحدثت عن مسألة أوكرانيا إن مارجوري تايلور جرين وجيدي فانس الذين يرفضان فهم المصالح الأمريكية في محاربة روسيا لا يشبهان ترامب الذي صرح منذ ثلاثة أسابيع أن بقاء أوكرانيا هو أمر مهم بالنسبة إلى الولايات المتحدة ولم يدعم ترامب جرين في وقف الدعم بل دعم جونسون إذن أعتقد أن الخلافات التي نراها اليوم هي جديدة هناك بعض الصوابق لها لكن ليس كثيرا وطبعا سراكشي نتحدث عن كل هذه المواضيع ثم نعود إلى موضوع وهي مرتبطة موضوع المساعدات الخارجية موضوع حتى صفقات الأسلحة الولايات المتحدة تعتمد على المساعدات الخارجية أيضا في مواضيع الأمن القومي في مواضيع تهمها أمنيا مع العالم الخارجي ولكنها تضع هذه الشروط على المساعدات من قانون ليه إلى مذكرة التفاهم أنا سام عشرين هل تعتقدين بأن الإدارة تطبق الشروط بشكل عادل بين كل البلدان؟ أعتقد كصحفية وحيادية كل ما بوسعي أن أقوله هو أن الإدارة تقوم بما تراه صحيحا وأعتقد أن الأمر يعود إلى الناخبين الأمريكيين ليقرروا ما إذا كانوا يوافقون على ذلك أم لا الحقيقة كما نقشنا هي أن الإدارة تحاول التعامل مع وضع دقيق جدا بين جانبي هذا النقاش الذين يريدون الاستمرار بدعم إسرائيل ولكن أيضا من يريدون وقف الهجوم على المدنيين في غزة يريدون نوعا من وقف إطلاق للنار وأعتقد أن هذا هو الوضع الدقيق الذي يجب أن تتعامل معه الإدارة فيما يتعلق بالمساعدات وشحنات الأسلحة إلى مختلف الدول لكن برأيي بالنسبة إلى الناخبين الشباب إن الرغبة في رؤية الولايات المتحدة تشارك في صراع آخر في الخارج هي ضئيلة جدا مع العلم أنه قد مر على الحرب في أوكرانيا حوالي العامين ونصف العام أي ستصل إلى ثلاث سنوات العام المقبل ونرى استمرار الأزمة في إسرائيل وسيكون مضى عليها عام في أكتوبر أي تماما قبل الانتخابات طبعا سراكشي الآن انتهى الوقت لكنك فعلا أجبت عن هذا السؤال بطريقة موضوعية ومهنية بحكم موقعك كسحفية وصلنا الآن إلى نهاية حلقتنا أشكر ضيوف الكرام جون هيرتز السفير الأمريكي السابق في أوكرانيا ومدير مركز يوريجا في إتلانتيك كونسل أشكر أيضا سراكشي راي الكاتبة في صحيفة بهيل عبر زوم كنت معنا ترندا في نائب مساعد رئيس السابق جورج بوش الإبن والشريك في مؤسسة FGS Global للاتصالات استراتيجية شكرا لوجودكم معنا مشاهدين شكرا لكم للمتابعة نلقاكم السبت المقبل في حلقة جديدة من برنامج تقرير واشنطن اشتركوا في القناة